فلسطين هي الحاضر الدائم في كل قمة وفي كل تواجد عربي إلى هناك مع فلسطين وكل كلمة تهم هذه الأرض التي نتمناها أن تعود دائما ونتمنى أن كل ما يقال يكون مثمر لهذه القضية موسيقى إنعقاد القمة العربية بالظروف الراهنة وفي ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة والأزمة المتفاقمة على المستوى الدولي خصوصا الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي على أزمة الغزاء وأيضا فرضها لأولويات لمعالجة الكثير من القضايا الدولية وتراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية القمة العربية بنعقادها في ظل هذه الظروف المتغيرات الإقليمية بما فيها أيضا الانتخابات الإسرائيلية التي حدثت أمس هي المؤشر مهم بالنسبة لنا كفلسطينيين باعتبارها عادة الاعتبار للقضية الفلسطينية قضية ذات أولوية على الأجندة العربية والإقليمية وأيضا لما تتمتع به جزائر من رصيد كبير على المستوى العربي وولد الشعب الفلسطيني بمختلف قوى السياسية والمجتمعية وفئاته المختلفة ولذلك كان إصرار الجزائر بأن تسمي القمة قمة فلسطين وأن تسعى لأن تقوم بلم الشمل الفلسطيني وبزل جهود بإنهاء الانقسام والمصالحة الفلسطينية ولذلك نعتقد توقيت انعقاد القمة ومكانها له أهمية وذلالة كبيرة بالنسبة لنا كفلسطينيين أما فيما يتصل بالإعلان الذي صدر عن القمة العربية لإعلان الجزائر واللي إحنا نرى ونسجل أولا ارتياحنا الشديد لتبني لكافة القرارات التي تقدمت بها دولة فلسطين إلى القمة العربية وتبنيها دوء باعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للعرب وبزل كل الجهود من أجل دعم الشعب الفلسطيني لليل حقه في تقرير المصير وإقامة دولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية كما هو الحال دعم فلسطين في التحرك الدولي من أجل نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وكذلك دعم التحرك الفلسطيني لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده وضباطه الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء شعبنا والمهم أيضا ما صدر من القمة العربية من إعلان لدعم الجهود الفلسطينية على المسار الدولي على المسار القانون الدولي فيما يتعلق بتطبيق القرارات الدولية خصوصا 2334 والقرار 181 اللي هم الأساس في نشاء الأساس المشروط لقيام دولة إسرائيل لنحن نعتقد أن القمة العربية أيضا في تأكيدها على تمسك بمبادرة السلام العربية وأيضا التأكيد على الاتزام بتطبيق القمة حسب الأولويات الواردة في المبادرة ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية للشعب الفلسطيني ولقيادته وأيضا دعم الجهود العربية من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني نتصور أن هذه القضايا كافة تشكل بالنسبة لفلسطين غطاء سياسي وحامل للشعب الفلسطيني ولقضيته في ظل هذه المتغيرات الدولية المختلفة أيضا أريد أن أؤكد على أن القمة أفردت قرارات خاصة فيما يتعلق في القدس المحتلة ودعم صمود أبناء شعبنا في القدس وأيضا دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس والعمل المشترك من أجل مواجهة سياسة التهويد وتغيير المعالم التاريخية والدينية للمدينة المقدسة وفي مواجهة محاولات التهويد الإسرائيلية مرة أخرى أكد أن هذه القمة بالمخرجات التي صدرت عنها هي مخرجات تشكل بالنسبة للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية حاملا جديدا لإعادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية ولعادة الاعتبار لها ليس فقط قضية مركزية على المستوى العربي وإنما أيضا على المستوى الإقليمي والدولي أنا أعتقد القمة العربية وبقراراتها التي صدرت اليوم والتي بالتزامن جاءت بالصدفة مع انتهاء فرز الأصوات والإعلان الأول عن فوز تكتل اليمين بقيادة اليمين القومي والديني والفاشية الجديدة في إسرائيل بقيادة نتنياهو على تشكيل الحكومة نعتقد أن هذه القرارات في ظلها كذا وضع تشكل حاضنة وداعما قويا لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة السياسات العنصرية التي نتوقعها من حكومة هذا الائتلاف العنصري والفاشي نحن أولا نتوجه لشقائنا العرب للشعوب العربية اللي كانوا دائما هم حاضن إلى النضال الوطني الفلسطيني وهم السند القوي والداعب نضال شعبنا عبر 74 عاما منذ النكبة إلى الآن نؤكد لهم أن الشعب الفلسطيني هو جزء منكم وأنتم الحاضنة والرافعة نضال شعبنا حتى تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال وتحقيق حقه في تقليل المصير وإقامة دولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاشفتها الكدس الشرقي